لا أوقات دايما بقول إن ممكن تبقى فيه أوراق رابحة لازم نستغل لها يعني بما إنه متاح إنه ممكن يبقى فيه لعب محترف في الفريق فده شيء مهم جدا برضو في بعض المنتخبات بقوا بيستعينوا بلاعبين محترفين حضرتك إيه رأيك في التجربة دي والله يبصي عوالي حضرتك حاجة هو تجربة الاحتراف تجربة ممتازة جدا جدا يعني لعبتنا احنا عندنا لعبا محترفين في تنس طولة عندنا لعبنا يعني المصنف رانكينج توب توينتي على مستوى العالم عمر عصر وحقق ميداليا يعني كان قبع قوسين أن يحقق ميداليا في توكيو 2021 والحمد لله هو يعني طلع الخامس على البطولة في توكيو قريب جدا عمر عصر إن شاء الله نأمل إنه هو يحقق لنا في باريس 24 ميداليا عندنا أمل كبير إن شاء الله طبعا هو وكل اللاعبين عندنا هنا جودة عندنا دينا مشرف إن شاء الله وهم الاحتراف يعني بيرفع من مستوى المنتخبات وده انعكس كتير جدا زي ما احنا شفنا كده منتخب مصر يعني من أهم الإنجازات إنه هو في طولة العالم في الصين لسه منتهية من فترة قريبة جدا حققا لمركز التاسع وطبعا الناس هتستغرب يعني التاسع دي يعني لا التاسع في تنس الطاولة حاجة جبيرة جدا يعني لما نتكلم بطولة عالم اه بطولة عالم والتاسع يعني حاجة جبيرة احنا طبعا مش هنتكلم على الكورة وتصنيفاتها لا احنا في تنس الطاولة حضرتك دول شارع أسيا احنا بنتكلم على الصين تصنيفها رقم واحد ويليها هون كونج السين طايبي ونخش على السويد ونخش على ألمانيا احنا نبقى التاسع على العالم دي حاجة جبيرة جدا